السلام لبنات ومرحبا بكم في قناة امتامي ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير انا الحمد لله في نعمة اليوم ان شاء الله روتين مالئ بالنشاط والطاقة الايجابية نقول لكم لا تخزرين نيهاك نيهاك اقعد بغانشي مع امتامي قبل ما نبدأ لغوتين تعنا نقول لكم لا تنسونيش بالجام والكومنتر اللي يطلع لي المورال وانتي اللي راكي تشوفي فيها إلا كنتي مازل ما اشتركتيش في القناة اشتركي بسكيراتي بالبزة كما اشتتوني صبحت على التلاجات جبت هدله بخدوية استيس هذا اللي بزف بزف لحقوني يعني ادي ميساج عليه في الانستغرام يا امتامي ملقيناهش في جهتنا يا امتامي ملقيناهش في جهتنا يا امتامي ملقينا الاسعار حطينا الاباش ديالهم ايبان اليومات جبت لكم الانستغرام ديالهم راه في صندوق الوصف وفي اول تعليق يعني ما يديروش التوصيل ولا ما يبيعوش من هاد الصفحة بالصحة رايحين يقولوا لكم وين تلقاوه في الولايات تاكم انتوما معليكم غير تسقسوهم في البلاسة او الولايات الفلانية وين تقدرو تلقاوه وهوما رايحين يقولوا لكم الى point de vente اللي كاين قدامكم هكا باش يعني نفيدكم كامل وتقدرو كامل تجربوه لماذا زال ما جرباتوش ننصحها من قلبي يشوفوا ريحتو ريحتو ريحت النقاوه يعني ام بخودويه 100% ناتورال وسبيسيال فريقوف وسبيسيال فريجيدار يعني سبيسيال هادو ما الحاجات خير من اللي نروحو نمسحوهم بالخل والابلوت جافال اللي بالك يخلينا اضرار في الخضرات ويأضطر على الصحة ديالنا هادو اللي بخودوي أستوس مخدوم بعشبة مستخلص الليمون هكا نغمال ما يعني ريحت القارس فيه ريحت النقاوه ريحت لها فريجياء شوفوا فش فش كامل فريجيدار مسحتو غير بانشيفون شوفوا ذاك البارق كيفاشره يبريه مام هادو مسليلات الخضراء كما انا اليوم ما مامسحتهم بسكو كانوا معمرين كيفرغولي نجوز لهم بهذاك الفشفاشة وانشيفون ميكروفيب وانشيفونها كعادية وانشيفون هذه الفريجيدار نقيته وفحفحته لازم خطره في الأسبوع الوحده اتفاقد الفريجيدار ديالها او يوميا مرما تعشو كي تخملي الكوزينه لازم تتفاقدي هادو ما الامر يعني هاداك الشغل كما اقولوا تعفيت فيه تشوفي الفريجيدار تجوزي على كوزينيا تجوزي على كشحيطها كم طاشي الى البيبن البوتاجي تاني وانشيفون فيهم هذا هو شغلنا تعكلهم كما احنا في الباب كان تدفق لي شوية على المعجون وكما تعافوا المعجون لا يلسق بلما نخسل بلاواله يعني بلما تزرسقي وتدري تمرميده غير بهذه الفشفاشة وانشيفون وانتي يفريتيها كما شفتوا البنات نقيت الجهة الكبيرة لانفاس ونقيت الباب كنت تمسحت لها كما الفقارة نقيت البلارات المعجون المخلالات الموتار وانشيفة مايونز وانشيفة وانشيفة الخل المزهر وورد القوازز وانشيفة الحليب فحفحت كما شفتوا اذهبت للبيبان البوتاجي اللي كانوا تاني حالتهم حالة شوفوا البلان يبان فيه كلش يعني الوحدة كي تحب تسبغ في البلان لازم تكون واقفة على دارها لأن البلان يبان ويتوسخ فيه تقريبا تقولوا نهار بنهار نجوز لهم يومين بنهار هكاك مع الحيوط تاني تلك الواغ مع الحيوط تلك الكوزينة وين القطاشة يجب ان تجرب هذه الشيفونة وينجابل وفي حالة سيدهم ينحي يعني يشوفوا كين ندير شوية تسيدهم في الشيفونة ونمسح رايحة تخرج روعة يعني تلك البيبان يخرجوا يشعلوا شعيل نقيتهم كامل اوزت تجوز شوية للحيوط بهذا الفخوط هذا تعلامك اغيان بزف بخاتيك البنات يعني تلسقوا في هذه النشافة هذه وتجوزوا على الحيوط شوفوا بزف هاي انا ندير شوية تعلوت جافل ونقعد نجوز ونبعدا نشلل ونعاود نجوز يعني غير بالماء هكا بش ما يقعدوا ليش اللي تخاصت تعلوت جافل في الحيط بسك انا يبانولي المهم نقيت كامل هاد الكوتي على كل حال جوزت على الحيوط قريبا كامل على شوية البلافون ما صورتش معاكم كل حاجة باش يعني ما تخرش لا فيديو موميلا ونهار كومبلي والواحد يخدم في الشغل اهنا رح تلهدتي وتع القاز كيف كيف فرغوا انتو شللت الحالة فحفحت هاك وتعرفوا دفوا تقولي الحالة راهين قيب صح انفوا الجوزي بشيفونا رحها تزيد تبن وتتنقى كتر وكتر ام بعد هنا مور الفطور كان الزوج قال لنا يمشو نخرجو اكو تعرفوا هذا العام انا ما رحش واكنس يعني الولايات اخرى سيبو خسارة ننخرجو غير هنا تقريبا كل ما يخدمش الزوج مع العشية ولا نخرجو ونخرجو دراري رحنا هنا للجردان دي سي على باري اللي يسكنوا في العاصمة ما مكاش اللي ما يعرفهاش واللي ما يسكنوا اغويلا درت لكم جولة خفيفة خفيفة فيها وراح نشارككم تاني وش البست يعني حبيت ندخل لكم محتوى جديد في القناة تعكين نخرج وش نلبست وش نستعمل ماكياج وش نستعمل هكا حاجات ان شاء الله نفيدكم بها ويعجبكم هذا المحتوى جديد هذا هنا كمشته السبع الله الله وقف كنا كان راقة دائر السياس كيشاف الغاشي وكامل ديرانجة وهنا هنا تاني البطات دائرين حالة يشههوا يا البنات فغير ما يشههوا كي ينقع الألوان يعموا يشلبطوا وش نحكي لكم وهنا كان الزوج يصور فيا وش نقول لكم بالتحلال يا البنات قال لي ما نصورك شو الغاشي ورمي يشوفوا فينا كنت عارفوا الرجال بس صورني هاد المقاطع وش نحكي وش نخلي صرافية الباطل بش صورت لكم هنا كنت تلبست هاد الاغوب هاد جاي بلوفر لكول اقتعها الشابة تهبل وتزيد النص شوفوا تقدر تلبسها الرقيقة تقدر تلبسها السمينة جاي اللاغج ملتحتها كمشة بلاستيك اللي يدي نتوعها تاني فيهم هاد الاغوب هاد كنت كمانديتها من عند كولكسيون مياه ناس نحط لكم لاباش ديالها الانستغرام بتاعها نموغو تعتليفون هنا لجميع وحدا مهتمة هكال الدخلات على المسيد ولا تحب تكماندي عليها تدير التوصيل تمانية وخمسين ولاية و لا فينيسيون طوب ديو طوب يعني كنت شريت عليها ديجا من قبل هاد الصفحة وفريمان غيانا دير على كولكسيون ديالها اهنا كي ماشتوا وزدنا كملنا مشينا في هذا الجاردان ديسي المهم قاعدنا من اللي رحنا جوية هكال ثلاثة ونصر ربعة وحنا قاعدين نتموا ونظوروا ونشوفوا ودراري يلعبوا وشبعوا حيوانات حتى للمغرب باش خرجنا ووالا اهنا يصورت لكم الكوتي الى اخر وثاني حبيت نقول لكم كاين وين تاكلوا فيه كاين الكرب كاين القفر كاين البانيني كاين البيتزا السندويتش اهنا قاعدنا في هاد الريستوران هدايا اللي جاي لداخل يعني ماشي ريستوران هكا بيتزيريا نقدروا نقولو كماندينا بيتزاة ديجو بسك فريمان جاعوا وثاني كلينا الكرب في الفن وعودنا ادخلنا للدار كي ماراكو تشوفوا البنات اهنا كي ادخلنا للدار وش ندير عشا وش ندير على كل حال دخلنا روطار وكو تعرفوا العيام عدراري كوتنعس فيهم وحدات تهرب لي منا اميمي هرب لي ملحيح ايبان درت حاجة خفيفة درت البرغل هادا كلي قتلكم بزاف بنين فغي معجبنا انا و الزوج وثاني درت صدرت على الجاج هكا باني بولي باني وشوية زيتون القوازز لا تاي فلافا لازم انه لا تاي انا و الزوجي لما طيب هوليش في الدار نشره من البرا وفواكه و الخبز و الحمد لله على النعمة ربي يدومها علي و عليكم ويرزق جميع واحد يا ربي امين اهنا في الليل كيرقدوا الدراري قلتوا لاغر ندير حبيبات كروكي لغدوة من ذلك بالنسبة لهذا الكروكي يجيب بزاف بنين ومقرمش ننصحكم من قلبي تجربه نسحقه في الوصفات لتحب التعولى للجاج لاثاني لزيس دو سيتخون تحبوا تدير الرشة على الملح تحبوا تديرها كما انا نسيتها هم يقولوا دارورية فهذه الماء الوصفات يعني تعال الحلوى وتعال الجنواز وكامل الليغاتو هنا يدرت في الغيسيبيون ثلاثة بيد معا 180 غرام تاع السكر لما عندهش الميزان تقيس بهادوك الكيسان يعني المعروفين هدوك البيوضات تدير كاس ناقص تقريبا 2 دوة انا بسك تكسروا كامل كل مره نشري على جال التصوير ونشريهم على جال القانات بالكاس بالكاس حتى تكسروا كامل المهم درت 180 تاع السكر حبيبات خلط مليح بالباطغ هذا الخالط تاع البيض والسكر بعدما دابلي السكر نضيف له 180 يعني نفس الكمية تاع السكر كما شفتو الزيت نضيفه تدريجيا يعني على 3 دفوعات و 4 دفوعات نخلط بالباطغ يعني لفيتس سكون قاوية كباش الزيت يدخل كامل من بعد نحيها دوم الفوي و نحيت كمية صغيرة درتها في هذا الريسيبيان يعني دوزين باش نديرها بدوق الكاكاو يعني بدوق الشوكولة شوفوا البنات كمية غير صغيرة ما شي قد الكبيرة ضفت لها مغرفة و نصف كبار تاع الكاكاو و نزيد لها شوية و نكمل نطمها بالفارينة نطم تدريجيا نضيف غرب شوية حتى و ان تحصلوا على العجينة تكون متماسكة يعني ماشية بسبزة و ماشية طريية و انما تقدروش ما تشكلوها بس كامل على بنا باللي العجينة تعزيت تطلق روحها يعني قدمت تشكلها ولا قدمت تدورها راحات تطلق روحها كي مشتورة نخلط فيها و نطم فيها بالفارينة غير بشوية سختوا سختوا للمبتدئات الفارينة دايما نديرو بشوية بس كيلو كانت تكترو و تيبس لكم يعني وخذة كبيرة هنا يا بعد ما طميت هاديك تاع الكاكاو و راح تنزيد انطم تاع الفاني يعني بدوق الفاني درت لها كيس و هذا النص اللي كان قاعد لي من الكيس الولاني تعليها و طميتها بالفارينة شوفو هنا الفارينة درتها كامل جات سويس و لو كانت زيت شوية يعني كانت لها كونتيتي شوية كبيرة كانت تجيني العجينة تاعية بسا مزية كما نقول لسلك تشعرها في هذا الكروكي دوك تشوفوا معايا هنا بعد ما طميتهم نتحصلوا على عجينة بيضاء و عجينة يعني كحلا بدوق الكاكاو هكا باش نتحصلوا على كروكي يكون تقريبا كيمت على المحلة تسويسوا قسمت العجينة التوعية على تنين و نبدأ نشكل فيهم يعني على شكل حربوش كبير شوفو البنات نفتح نحط هديك العجينة تع الكاكاو من الداخل و نغطيها كامل بالعجينة البيضاء هذا يعني غير بشوية بسك العجينة الطريية و تبين ديجال العجينة غير تمسواها بيتكم تبين باللي ستجيب الكثير بنينه هاي لك شكل الحربوش تاعي جبت سنيوه بالبابية كويسة و نحطها من الفوق هنا الكروكي حاولوا مديروه شرقيق بزاف انا احبينه يجيب بومبي من الفوق و يجيب ملحم لكن كما تبينه يرقيق لن يجيب الكروكي لن يجيب الكروكي ملحموا بنينه و اضعت الحربوش الثاني نفس الطريقة نضع العجينة على الكاكاو و نغطيها بالعجينة البيضاء كما اشتوا هنا نشكل الحربوش كما قلت لكم سيسوه و شكله غير بالعقل و لا تبينه بلاطي بزاف هو على كل حال يتنفخ لا تبينه لا تبينه يجيب ملحم الكروكي هنا نحاول نسوي فيه بهذه الكوبات كنت نسخنا الفرن على اعلى درجة قبل ما نبدأ نخلط في الكروكي هذه الدايمن نصيحة نمدها لكم قبل ما تبدأوا اي حلوه شعلوا الفر هو اللولاني حكا بشغير توجدوها تدخلوها بالنسبة للتزيين الكروكي هذا ما راح ندير له لا بيد لا فانيلا والو شوفوا درت حوالي زوج مغارف كبار تع الحليب مع مغرفة صغيرة تع الكاكاو نخلطها من ملحة تحصلوا على هاد العجينة يعني عجينة تكون سائلة كمانا كنت شوفوا فيها كما راح تمد واحد اللون واحد الريحة ديجا كيكوني طيب هادي كرحة الكاكاو تطلق واحد الريحة ما عندي ما نحكي لكم هنا بعد ما خلطتهم ندهن بهم كامل الوجهة في ملحة لكروكي دهنه ملحة كوتيف يعني ملفوق بالبنسو اكيد كي مشتو والتزيين يقعد اختياري تحبو تديرو بالفرشيطة كما عندي هاد الكوبات هادي فيها الزيقزاق هادا درت لها كما راكوا تشوفوا هنا طريق تدي وتجيب وعاويت رديتها كالاكا و من الجهة الثانية سوف تستعمل هذا التزيين الثاني و لم أعجبني شوفوا تم تندرت في رايق و قلت اولا نديروا سامل كما الأول يجي شباب خرم لها هذه الموتيف مبانوش كامل شابين دخلتهم مي طيب و بعدما طابوا لي هنا قريب وخطتهم قريب تحرقوا لي من تحت قدروا تقولوا تحرقوا و ليس قريب لقيت شوية الكحولية من تحتها مبان و هم سخونين قسمتهم بالمستع السنان سوف يدخل فاسيلا بس كي يكونوا طريين و هم سخونين و لم يتفتتون لكم بزاف شوفوا اللولانية قسمتها كاغي و الدوزيام قسمتها بالطول هذا القسم يعي طولو بونشي لبنات يجوا الحبات التعكم كبار مالغي كل حربوش صغير بس الحبات يجوا كبار يتقسموهم هكا كما نقولوا مائل يجوا شابين خرم اللي نقسموهم كاغي و ديجا الكروكي تعبرها شتو كيفاش يتقسم يتقسم مائل هنا حمرتهم فليكوتي و هادك اللي تحرق لي من تحتها شوية احكمت سكرفاج و نحيت له كامل هديك اللي تحرقت هديك القشرة هديك بسكرفاج فوالا البنات هدي كامل تقدر تسرى لنا يعني يتخطف لنا تمتم و لا نشوفو كون ثلاثية مع كونيكسيون ايبا لقيتو شوية ملتحتها يعني طاب بزيادة ميسي باقغاف كرتوها هكا بسكرفاج تنحها كامل جا بزاف 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 ابنين مالداخل طريق انديغي جينواز و مالبرة واحد القرماشة يعني ننصحكم تجربوه ما تنساش تبعتلي في الانستغرام ولا في الفيسبوك ديالي اللي واسمهم ام تاميم كيماشتو ودوكا نروحو نشوفو الكروكي تاعنا عفوا في صحن التقديم هاوليك البنات كيفاش يجي شاهدكم في الجنة من اروع ما يكون وصفة سهلة واقتصادية و تاني بزاف بنينة مع دوكا الدخول للمدرسي ماليحت وجدوها كاون كونتيتي في اون بوات وكل يوم تجربو الوليداتكم عفوا حبيبات يستقهوا بيهم هاوليك هنا كيفاش جا يعني يجي محمر في كامل اللي كوتي و من الداخل شوفو شحال الطري يعني الطري زبدة فغيما بزاف بزاف هايل هاوليك بالنسبة للقسيم شوفو هادو ما الحبيبات قسمتهم كاغي و هادوك الحبيبات اللي مالهيك كنت قسمتهم بطول كيما قوت لكم بونشي يجو الحبات كبار و يجو الشابين على اللولانيين هادي يعني نصيحا مدها لكم كي تديروا الكروكي تجربو هادو الطريقات على القسيم اهنا يا البنات لحقنا لنهاية على غوتين مبقى لي غير نقول لكم تهلا و في روحتيكم تلاقوا في روتينة جديدة ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة